السلام عليكم ورحمة الله واركاته حبيبنا وطلاب الصف الاول الاعدادي النهاردة مع درس زوار كونية ونتقابل بعد الفاصل نجي ناركو بعد الفاصل اعزائي المشاهدين طلاب الصف الاول الاعدادي لان تلسوا مرة شافنا في القناة مساشة عمنا بلايك وشير وسبسكرايب شاف جايزة تحتنا النهاردة مع اول درس في الوحدة اللي هو درس زوار كونية انا عادي في الدرس ده اشبه عليك بالعلوم تسان وغضو سان في ابتدائي لهو الكواكب والنجوم والاقمار وكلام ده كله وبيزمالك درس تافه جدا درس السن كله عبارة عن ست او سبعة تعريفات انا قدوا مع بعض ودرس بخلص معانا طب دلوقتي ربنا عز وجل لما جي خلق الكون او خلق الكون عمتا كله قال في سورة اللي عمره عن الله رقم 190 ان في خلق السماوات والارض واحتلاف الليلة والنهار اللي اياتا لولي الالباب فكده ربنا عز وجل لما جي خلق الكون وده كله قال لك فيه اية لولي الالباب اللي هم العقول يعني لازم نتدبر في خلق ربنا وفي كون ربنا عز وجل يعني ربنا عز وجل لما خلق السماء وخلق الارض وخلق النجوم والكواكب والنهار والكلام ده كله اية يعني الكلام ده المفروض حكمة ومعجزة احنا نتدبر فيها قال في ذلك قاتل اللي قولي الالباب يعني اصحاب العقول فحنلازم نفكر ونتدبر في الكلام ده كله طيب ايه اكبر حاجة في الكون اكبر حاجة في الكون هي المجرة هي المجرة وحدة باللقاء الكون هي المجرة اكبر حاجة في الكون كله هي المجرة طيب ايه المجرة ده اساسا المجرة اللي زالت في الشكل ده تعرفها بقى يزال هنا هي تجمعات من ملايين النجوم مختلفة الاشكال والاحجام والانواع يبقى تجمعات من ملايين النجوم مختلفة الاشكال والاحجام والانواع يبقى يعني مجرة تجمعات من ملايين النجوم مختلفة الاشكال والاحجام والانواع طيب تمام اوي. يبقى المجرة نجم جنب مليون نجمة او ملايين النجوم أخذتها تكوننوا نها المجرة. انت قلت حضرتك حاجة ان هي ايه? قلت يا تجامع młain النجوم خلفي الاشكال والاحجام والانواع اليه ده يا المجرة انواع اه. المجرة تلات انواع. بيضوية حلزونية غير منتظمة. بيضوية حلزونية غير منتظمة. يبقى المجرة هذا نوع ثلاثة. بيضوية او حلزونية او غير منتظمة. تمام ما يعني ايه مغرة عامة تجمعات من ماليين النجوم مختلفة الاشكال والاحجام والانواع. طب ايه انواع المجرات? تلات انواع. بيضاء ويه? حلزونية غير منتظمة. طب ماشي. مجراتنا احنا بقى المغرة اللي احنا عشان فيها دلوقتي حيلا دي. اسمها مغرة ايه? اول حاجة هي لها اسمين ونحة هي مغرة حلزونية. هي مغرة حلزونية. المغرة من النوع الحلزوني. المغرة من النوع الايه? الحلزوني. حلو اوي. لها اسمين. يا سكة التبانة الضرب اللبني. طب ليه اسمها سكة التبانة? وليه اسمها الضرب اللبني? اسمها سكة التبانة لانها تشبه التبن المتسقط على الارض. لانها تشبه التبن المتسقط على الارض. طب ليه اسمها الضرب اللبني اللي هتشبه اللبن مسقط على الارض? ما فيمتش حاجة. دلوقتي نتخيل ان حالات معك لبن. وما ضربه في الخلاط وروح ترميته. ضربته في الخلاط وروح ترميته في الارض. هيظهر شكل المغرب باعتنا لو شكل حالسه. فم حاليش اجربعش لو لو مت اللبن في الارض ما قد اضربك. طب دلوقتي سكة التبانة. ليه اسمها سكة التبانة? انها تشبهه التبن ومسيقة على الارض. طب ايه التبن ده? الف لما نيجي محصول الامح. نيجي نشيل محصول الامح. بيبقى فيه كده حاجة صفرة كده اجربة في الارض. يقول له اسمها التبن. التبن ده بيبقى شبه مغربتنا. فالعلماء او ما العلماء اللي سموها ما شفتش فايش هابها. بس عادي العلماء قال له كده بقى. يبقى المجرة هي تجمعات من ملايين النجوم وخالفة الاشكال والاحجام والانواع. طب المجرة كان من نوع تلاتة بيضوية حلزونية غير منتظمة. مغربتنا ايه احنا من نوع ايه? الحلزوني. الليها كان اسم اتنين. سكة التبانة للضرب اللبن. اللي اسمها سكة التبانة لانه تشبه التبن وسقط على الارض. والاسمها الضرب اللبن اللي تشبه اللبن وسقط على الارض. طب تمام? تمام? كلام جميل اول. تقوط المجرة يا جمعات من ملايين النجوم. طب ايه النجم ده اساسا? النجم هي اجسام فضائية. كبيرة الحجم. ملتهبة تشاعة ضق وحرارة. يبقى ايه? اجسام فضائية. الجسم الفضاء. كبير الحجم. حجم كبير جدا. ملتهب. يعني دايما مولع نار. يشاعة ضق وحرارة. يعني تاني ايه للنجم كده? هي اجسام فضائية كبيرة الحجم ملتهبة تشاع ضوء وحرار في اجسام فضائية كبيرة الحجم ملتهبة تشاع ضوء وحرار طب حلو قوي النجوم دي زي ايه زي الشمس ايه ده الشمس نجم اه الشمس ده ده من هنا دي نجم ونجمة متوسطة الحجمة كمان دلوقتي يعني نجم هي اجسام فضائية كبيرة الحجم ملتهبة تشاع ضوء وحرار طب النجوم دي لونها بيختلف اه لونها بيختلف يختلف لونها على حسب درجة حرارتها جد والله اه يعني النجم للدرجة الحرارته مرتفعة جدا لونه ازرق والنجم للدرجة الحرارته منخفضة لونه احمر يبقى تاني النجم يعني ايه النجم هي اجسام فضائية كبيرة الحجم منتهبة تشاع دوق وحرار طب حلوة اوي النجم بتختلف لونه اه على حسب درجة الحرارة درجة الحرارة بتختلف ازاي يعني لو درجة الحرارته مرتفعة جدا ازرق منخفضة جدا احمر تمام حلو اوي نيجي بقى للمعلم اللي احنا عشان عليه وهو الكوكب هو ايه الكوكب الكوكب احنا عشان عليه ده يعني كوكب الارض كوكب عطارة كوكب يعني كلمة كوكب اصلا كوكب هو جسم فضائي صغير الحجم نسبيا يعني هو صغير بس مش اوي يبقى جسم فضائي صغير الحجم نسبيا حلو معتم يعني مضلم ولا يشع دق ولا حرارة يعني زي كوكب ارض يح ماشي عليه ده عملك شفت ماشي في الارض كده الارض بتطلع لك نر ولا بتطلع لك نور اكيد هبل يعني فيش الكلام ده لان الارض لسان جسم معتم يعني ايه معتم يعني ولا بيشعي عدوء ورا حرارة يعني ايه كوكب هي اجسام فضائية صغيرة الحجم نسبيا معتمة لا تشعي عدوء ولا حرارة بس بتستمد الضوء من اقرب نجم له يعني بتاخد النور من اقرب نجم له هل سألين دلوقتي ان الشمس نجم والارض كوكب ايه اللي بينور كوكب والارض بتاعنا الشمس ايه ده فعلا ايه فعلا صدق ففعلا الكوكب بيستمدوا النور من النجم يعني الارض بتاخد الارض تاخد النور الحرارة من الشمس تمام خد معلومة مهمة بقى بقى عزيزي المشاهد تركز فعلا الحتة دي بقى ان النجوم بتمد الكوكب بالحرارة عارفنا دي الكوكب يدور حول النجم بفعل الجاذبية ايه ده يعني النجم بيجذب الكوكب ليه فالكوكب بيلف حولين النجم في حاجة اسمها مدارات الكوكب في حاجة اسمها مدارات الكوكب حاجة اسمها مدارات الايه الكوكب ايه مدارات الكوكب دي هي المصارات تتعريب جديد اسم مدارات الكوكب هي المصارات التي يدور فيها الكوكب حول النجم بفعل الجاذبية بفعل الايه الجاذبية طب الاشكال اللي بيمشي فيها بتبقى شكل عامل ازاي يعني بيلف كده بشكل دايرة بشكل وراء لا بيلف بشكل بيضاوي بشكل ايه بيضاوي يعني مش بالشكل ده بالشكل ده بيلف بالشكل ده اللي هو شكل البيضاوي مش شكل بيضا مش شكل دايرة فيش الكلام ده تمام فلو قال لك يعني مدارات الكواكب هي المسارات التي يدور فيها الكوكب حول النجم بفعل الجاذبية في مسارات بيضاوية الشكل في مسارات بيضاوية الشكل يبقى الكوكب عرفنا ان الكوكب هو جسم فضائي صغير الحجم نسبيا معطي ما لا بيشعي ضوء ورا حرارة. ده بيستمد ضوء من اقرب نجم ليه. حلو او. وعرفنا ان الكوكب بيدور حوالين النجم بفعل حاجة اسمها ايه? الجاذبية في مسارات بيضاوية الشكل. تسمى مدارات الكوكب. يعني لو بيطلق ما المقصود بمدارات الكوكب? هتولي المسارات التي يدور فيها الكوكب حول النجم بفعل الجاذبية في مدارات بيضاوية الشكل. طيب حلو او. يبقى من الاول تاني عشان متوش من بعض. المجرات هي تجمعات من ملايين النجوم مختلفة الاشكال والاحجام والانواع. تلت انواع في المجرات بيضاوية حلزونية غير منتظمة. طب مجرتنا من النوع الحلزوني ولها اسمين. سكة التبانة يا الضرب اللبني. سكة التبانة تشبه التبن المساقط على الارض. والضرب اللبنة تشبه اللبن المساقط على الارض. كاب تمام اوي. الكواكب اه سوري النجوم النجوم هي اجسام فضائية. كبيرة الحجم ملتهبة. تشعي عدوء وحرارة. بيختلف لنا لحسب درجة الحرارة. لو مرتفعة. يبقى لونه ازرق منخفضة لبلونها احمر. طيب. الكوكب هو جسم فضائي. صغير الحجم نسبيا. معتم. لا اشياء عدوء ولا اشياء حرارة. لابل عكس ده بيستمد الحرارة من اقرب نجمل. حلو اوي. جسم الفضائي كمان اسمه الامر. الامر طب احنا عارفينه. كلنا كلنا بنشوفه بالليل. بس بقى فيه معلومة جديدة اتضاف عليك النهارة. ايه هي? الامر يعني كلمة امر هو جسم فضائي. جسم فضائي. صغير الحجم. معتم. لا يا شيء عدوء ولا حرارة. ايه? الامر. يا مؤمن. جسم معتم. لا يا شيء عدوء ولا حرارة. يا جدا ده انا ببصي الامر بالليه منور دايما. اهو. ايه لأيه بقى الحتة دي? لأ بقى عايزت اختارها في حاجة مهمة جدا. ده سؤال يقول لك بما تفسر. يبدو لنا القمر مضيق عرغم لو جسم معتم. يعني انت بتشوف الامر بتلاقيه منور. عرغم ان في الحقيقة هو جسم معتم ولا بيطلع ضوء ولا بيطلع حرارة. والدلع على كلامي ان الناس اللي طلعت الامر ما تلاساعدش من الامر. ما حاجة بتطلع لقى احرامت فاشي تقرب لها. انا سمع الناس اللي طلعت الامر. ان هو جسم معتم. مش منور. طب الناس اللي طلعت في السابقة انا حتى تلعى الشمس. اكيد لا. اللي طلع الشمس هيتحرق. اساسا. اه فعلا نصدق. ففعلا ان الامر الناس اللي طلعته منور جسم معتم. طب ماشي. طب ليه انا بشوف الامر مضيق على رغم ان الامر جسم معتم. اقول لك. صلاة على الناس اللي تفصلي. دلوقتي الامر شكل شكل الامر عم زي المراية كده اشبه بالمراية. فالشمس لما بتيجي بتدي اشعة على الامر. الامر بيعكس على كوكب الارض. فبيباني الامر منور. يعني الشمس بتبقى هنا بتعكس بتدي الحرارة على الامر. الامر بيعكسها على كوكب الارض. بالشكل ازهر قدامنا على الشاشة ده. هو ده بالزبط ازاي الامر بيباني منور على الرغم من نوع جسم معتم في الحقيقة. فدلوقتي الامر هو جسم صدائي. صغير الحجم. معتم. لايش هي عدوء ولا حرارة. حلو قوي. طب دلوقتي احنا قلنا ان الكوكب بيلف حولين النجم. الامر بيلف حولين مين? حولين الكوكب. يعني دلوقتي عندما شاب التدريج النجم اكبر حاجة. ما بيلفش حولين حد. ده ده معلم بنفسه كده. الكوكب الكوكب تاني حاجة. بيلف حولين النجم بفعل الجاذبية. طب الامر اللي تحتم خالص الامر بيلف حولين الكوكب بفعل الجاذبية. يبدا دلوقتي من الاول تنش منتوش ومن بعض المجرات. تجمعات من ملايين النجوم. مختلفة الاشكال والاحجام والانواع. كم نوع? تلاتة. بيضوية حلزونية غير متزمة. مجردتنا من نوع الحلزوني. لها اسمية سكة التبانة والضرب اللبن. سكة التبانة تشبه التبن الساقط على الارض. طب الضرب اللبن تشبه اللبن الساقط على الارض. طب النجوم هي اجسام فضائية ملتهبة كبيرة الحجم تشاعده وحرارة. طب اهل حرارة فيها ازرق. اهل حرارة فيها احمر. طب الكوكب هو جسم فضائي. صغير الحجم نسبيا. معتم ولا بشاعده ولا حرارة. ده العكس ده بيستمد الحرارة ونقرب نجمل ايه? طب يعني مدارات الكوكب? هي المسارات التي يدور فيها الكوكب حول النجم. في اه بفعل الجاذباء في مدارات بيضاوية الشكل. طب يعني ايه الامر? الامر هو جسم فضائي. صغير الحجم. معتم. ليه اشاعده ولا حرارة. طب بيلفة حوالين مين? بيلفة حوالين الكوكب. طب استنى سؤال. يبدو لانا القمر مضيء. ليه? على رغم لو جسم معتم? لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. يبقى التفسر يبدو لانا القمر مضيء. على الرغم ان هو جسم معتم. لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. حاجة تانية انا اخدها النهاردة هي السدم. السدم ده. السدم اللي قطي تعرف النجم. احنا قولنا النجم كبير الحجم وملتهب باشياء ده هو حرارة. فهو دايما نفع حرارة كتير جدا. حرارة دايما نشغالة فيه. فممكن النجم ينفجر من كطب حرارة بتاعطه. من كطب حاليه ينفجر? اه. بيعمل بالشكل ده حاجة اسمها السدم. حاجة شكلة هو ايه? السدم. ايه السدم ده? هي تجمعات غازية تظهر في السماء على شكل اسحابة سوداء. تجمعات غازية من الغازات اللي في الشمس او في النجمة عمتا. فيها تجمعات غازية تظهر في السماء على شكل اسحابة سوداء. شكل اسحابة ايه? سوداء بالشكل ده. طب. بتيجي ليه? بما تفسر ليه السدم بيحصل? بسبب انفجار النجوم. بما تفسر حدوث السدم بسبب انفجار النجوم. بما تفسر حدوث بسبب انفجار النجوم صغيره سؤالين بك في الحية دي بس الصغة مختلفة يعني ايه? يعني اقول لك بما تفسر حدوث الصدم وما النتائج حدوث الصدم. بما تفسر يعني ليه السدم حصل? اليسدي ما بيحصل? حتقول لك بسبب انفجار النجوم. طب ما النتائج حدوث السدم? يعني ايه اللي حصل بعد ما السدم انفجر يزهر في السماع على شكل سحابة سوداء. اخر تعرفين انا نخده من النهاردة تعرفين تفهم جدا حاجة اسمها النيزك وحاجة اسمها الشهاد. النيزك. تاريف النيزك الزخر قدامنا ده طبعا احنا قلنا ما شوف الافلام هي اجسام فضائية. كبيرة الحجم. عند احتكاكها بالغلاف الجوي تحترق جزئيا. تحترق جزئيا والبغ ينزع على سطح الارض. بكون حفرة. يبقى دلوقتي النيزك ده عارفين النيزك لا اجسام كده بتلقى مقربة كوكب الارضة لا بتولع كده وبتنزل هو ده بالزبط. النيزك. فهو النيزك جسم فضائي. جامل فضاء. عند احتكاك او يحتك بالغلاف الجوي. فيحترق جزئيا. والبغ ينزع على سطح الارض مكون حفرة. طب ايش هيبدا? ايش هيبدا? عكسه بالزبط. هو ايه? هو جسم فضائي صغير الحجم. هو جسم فضائي صغير الحجم. صغير الحجم. يحتك بالغلاف الجوي. يحترق كليا. عشان هو صغير. النيزك كان كبير فهو احترق جزئيا. طب الشهاب عشان صغير احترق كليا. ويظهر في السماعة عشكل سهم ضوئي زي ما شوف دلوقتي ده. بيظهر عشكل سهم ضوئي. يبقى النيزك اجسام فضائية كبيرة الحجم. عند احتكاك بالغلاف الجوي تحترق جزئيا والبق ينزل على سطح الارض مكون حفرة. طب الشهاب هي اجسام فضائية صغيرة الحجم. تحتك بالغلاف الجوي تحترق كليا. وتزهر عشكل السهم ضوئي. وبكده احنا اتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا زي المجرة وزي النجم وزي الكوكب وزي الامر وزي السدم وزي النيزك وزي الشهاب. سبعة تعريفات. سبع اجسام فضائية اتكلمنا عنه من النهاردة. بتخيلوا لك كده سؤال انهي جسم فضائي بينزل ويلمي سطح الارض. هديك فرصة تفكر. الناس اللي جاوبت هو النيزك. النيزك حنال السائلين هو اجسام فضائية كبارة الحجم. تحتك بالغلاف الجوي تحترق جزان والبقي. ينزل على سطح الارض مكون حفرة. حلو قوي. بجي تقول لك ماذا يحدث لو. النزول نزق لك برضا تقول للمكون حفرة. تمام? شكرا متابعة لك الفيديو لحد الاخر. تسارك تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. وتفارج اشتراك كل جديد. ما اتوفيك الا بالله على توقيت ولا يونيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.